ضمن فعليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم تكريم مؤسسة حياة كريمة عن دورها في تأهيل قرية فارس محافظة أسوان للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء لتصبح بذلك قرية فارس أولى قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة وجرى العمل خلال الستة أشهر الماضية بالتعاون المثمر بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة والمحافظات وشركة إيكونيلس للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة وذلك وفق مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار القرية على أن يتم تعميم هذا النموذج مستقبلا في كرة حياة كريمة